لا يساعد لا في البيت ولا في التربية العيال ومجغول بس بالحاجات اللي بتريحه وهي دي الحاجة اللي بتشغيله من أشهر أسباب الطلاق عند الستة يعني الستة اللي ما تروح تطلب الطلاق في العالم هو الزوج المأنتخ اللي هو راحتي هي رقم واحد ها أرجع مطش أرجع آكل أرجع شاي أرجع أوه البيت هو البيت بالنسباله المحطة اللي بس راح فيها راحة بس مش بقى المؤسسة مش بقى العيال مش بقى المستقبل لا يستثمر في الحتة دي خالص ولا يستثمر نا مش فاضين نستثمر ده واحد من أسباب الدرق سبب رقم واحد في أسباب الطلاق على مستوى العالم متلازمة الرجل الكسور يبقى دي حالة عامة فعلا فضل هي أصلا في طبيعة الرجالة بما أننا طالعين بره البيت بنشتغل ومعظم الشغلة ببقى شاق جدا وإحنا دخلين كمان على منطقة أن لازم المستوى المعيشة يبقى عامل إزاي مستوى المعيشة بتاعة الأولاد يبقى عامل إزاي فأنا بجد بشتغل بره وأحيانا بشتغل شغلتين وما تجيش تقول لي إحنا كمان بنشتغل ما تجيش تقول لي إنتوا اللي بتبقوا عايزين تبينوا أن إنتوا شاملولة أيوة أيها اللي غطتنا أنا شاملولة أنا بعمل أي حاجة أنا مش عارفة طالما أنت عملت الحاجة مرة خلاص 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 ما تجيش تقول لي إيه ما تعملتها ما تعملي حاجة ليه حق مقتشب إيه المشكلة؟ أزاق حاجة بقى تانية أنا لمسها كمان في البلاد الشرقية أكتر مش الغرب إن لسه الشاب لسه خاطب خطيبته ديان ويروح يزورها في البيت اتفرجي بقى على كم الكرم المبالغ فيه من أمها ليه؟ هي عايزة لا أما هي بتعوده على كده يا شيري هي عايزة تبين له إن إحنا ده أنت أهرون الرشيد ده أنت مش عارف إيه إيه حود إنت وإيه اللي فاكها الأكل البتاع فهو هو تعود على أنتخه هذه الحمى وهذه الزوجة والأم الأم لو عندها ولد وبنت ما فيش معاملة متساوية صح ما بين الولد والبنت على فكرة لازم هي هو يبقى قاعد روح يا حبيبتي أهاتي الشوز لأخوك روح يعملي مش عارف كوبات الشاي روح ينضفينه فخلاص، إنتوا عايزين إيه؟ طالما إنتوا مدينا الكيو ترجمة نانسي قنقر